اشتركوا في القناة لا زالت الاوضاع تتبدل من مباراة الى اخرى ولا زال الجميع يترقب في كل امسية في منتصف الليل قبل ذلك بعد ذلك دائما النظرات تتوجه الى مباراة برشلونة اولا يعني في هذا الاسبوع برشلونة وريال مدريد الذي حدث في الاسبوع الماضي كالعادة فاز برشلونة وتعادل ريال مع ديبرتيب ولا كارونيا واتى ايضا برشلونة وفاز مساء امس وبالتالي الان برشلونة الى 71 نقطة ريال مدريد الى 61 نقطة فالنسيا 51 فيا ريال 50 لاحظ الفارق عشر نقطة ما بين برشلونة وريال مدريد عشر نقطة تخوف تخوف الانصار اللي شجعين وشجعي الفريق الملكي تخوف متتبعي مباريات الليجة اكيد انها تسعد الكاتلونيين ولكن المحايدين المتتبعين لمباريات الليجة يأملون ويتمنون ان الفارق ما يكون بهذا الشكل وصولا بعد ذلك الى الكلاسيكو القادم لكن الان اللي امامنا طبعا كريسيانو رونالدو ذهبا لكحية منويل فريغريني الذي يعود مرة اخرى الى سانتياغو بيرنبو والحديث الحقيقة اللي يعني اتت من اسبانيا بالحديث ما بين غير ودية ما بين فريغريني المدرب السابق لريال مدريد وما بين المدرب الحالي جزيء مورينيو ولكن الان حكم المباراة السيد فريز لازا ريال مدريد برة اخرى في الجهة اليمنى من الملعب والفريق الزائر ملقى اللي تربط علاقة ممتازة مع فريق ريال مدريد وفريق ملقى الفريق الذي يعاني وان كان قد حقق الفوث في الاسبوع الماضي هو حاليا في المركز التاسع عشر صاحب هذا المركز وين يروح يروح الدرجة الثانية لان ثلاثة يهبطون الى الدرجة الثانية لكن يعني ملقى عنده ثلاثة عشرين نقطة يحاول وخاصة بعد ان فازه في الاسبوع الماضي يحاول ان يحقق نتيجة ايجابية يعني المباراة صعبة لملقى هكذا يقول التاريخ هكذا يقول مورينيو هكذا يعني تبدو الاوضاع والظروف تحتم جدا على فريق جوزي مورينيو ان يحقق الفوث في هذه المباراة يعني الفريقين ببعض الاصابات بعض الغيابات ملقى خوسيس جاميز اللاعب الموقوف لدينا ايضا خمسة من اللاعبين المصابين الغائبين عن فريق ملقى في هذه الامسية او في منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة الحارسين روبين سيرخيو السينيو مصابين لذلك الاتحاد الاسباني لكرة القدم سمح لملقى بانه يتعاقد مع حارس اخر على هذا الاساس رح تشوف كابييرو الارجنتيني عادة نقول الانتقالات في شهر يناير ولكن سمح بعد اصابة اسينيو الاتحاد وهكذا الوائح تقول السماح بان يسجل اذا كانت في اصابة حقيقية لذلك كابييرو حاضرا في حراسة مرمى ملقى هنا يجلس منويل بلغريني بعد ان كان قد جالس كثيرا طوال الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد يعود الى ساندياقو برنبو وهو يقول انني يعني اعشق ريال مدريد وكانت تجربة رائعة وانا متأكد انني سوف القد تحية هنا في مدريد في ساندياقو برنبو اضافة الى روبين وسيرخيو السينيو الغائبين عن فريق ملقى في هذه المباراة لدينا جوليو بابتستا دودا البرتغالي روزاريو البرتغالي الاخر الذي يغيب عن هذه المباراة الريال والسيد فلورينتو بيريز الرئيس الذي عادت طبعا الى رئاسة ريال مدريد من عام 2009 ولكن كل الاسألة توجه الى الرئيس الى مورينيو الى الفريق الملكي وين البطولات وين الالقاب غابت الالقاب عن الفريق الملكي ولكن البطولات الثلاث حاضرة باقية وان كان الوضع صعب في الليقة الا انه هو حاضرا في المباراة النهائية وحاضر الكأس الاسبانية بالمناسبة في حديث قادم من اسبانيا عن ان والله ممكن المباراة النهائية تؤجل وهذا قرار ملكي يتخذ ممكن الملك اسباني اخوان كارلوس ممكن تأجيل المباراة مثلا لان في الكليسيكو القادم في شهر برير 17 هنا كاريم بن زيمة ولكن الكرة الى حارس المرمى كاباييرو اذا سامي خبيرة وقبل ذلك طبعا هيكوين هيكوين اصابته ممكن شهر وبعد ذلك يعود اضافة الى فيبتي الذي يعاني من البرد من فلونزا يعاني منها فيبتي والحقيقة ان في مدريد الجو بارد درجة الحرارة وقت اقامة المباراة اربع درجات مئوية اذا هؤلاء الغائبين عن طريق ريال مدريد ولكن الحاضرين من كالعادة في حراسة المرمى ايكركزي اسراءول البيول ريكاردو كاربايو مارسيلو لاسانا ديارا شابي الونزو دي ماريا المتألق المتألق الاخر ليس في المباراة الاخيرة مسعود اوزيل بن زيمة من البداية ويجلس امانويل ادي بايور على قائمة البودلاء اضافة الى كارستيانو رونالدو الذي غاب عن التسجيل في المباريات الاربع الاخيرة مارسيلو كالعادة يتقدم في الجهة اليسراء كارستيانو رونالدو يتقدم ويحاول المرور ولكن التغطية حاضرة كباييرو يحرص مرمى ايضا فريق ملقى مانولو جاسبر ديمي جيلس مانو توريز إليسو ساندورا سيلفا كوينسي كاماتشو فرناندو اخوانمي ولدينا الحقيقة الليلة اللاعب شاب عمره 17 سنة اخوانمي يرتدي القميص رقم 26 عنده اربعة اهداف في سجبه المدرب مانويل بلغريني من البداية في معقل ريال مدريد سانتياغو بيرنبو كارستيانو رونالدو الذي غاب عن التسجيل في المباريات الاربعة الاخيرة لكن نتذكر ان العام الماضي بعد مضي 25 مرحلة يعني الان المرحلة رقم 26 العام الماضي بعد مضي 25 مرحلة كان له 14 هدف لكن الان طبعا 24 هدف بعد مرول 26 مرحلة وليس 25 مرحلة الان في المرحلة رقم 26 كارستيانو رونالدو اذا اهداف يعني افضل بكثير من الموسم الماضي وان كان يتفوق عليه لغاية الان ميسي برصيد 27 هدف اللقطة هنا لمصلحة حتى ما لقى كرة تحولت وصلت الى شافي الانزو يحول الكرة في الجهات اليمنى على التقدم مباشرة اللعب اللي تابع المتألق ديمارية خلص واحد ممكن الثاني ولكن الكرة تستد وايضا صافرت حكم المباراة وضرب الحرة المباشرة التي تحتسب امامنا الان مورينيو بردان هو ما يعرف يعني شوف اكيد ان في اسفانيا ليس كما كان يعني من اسبوع الاسبوع وما الى ذلك الحديد الكبير ولكن حتى في اسفانيا هو لا يستطيع السكوت وكلامه كثير يتحدد كثيرا على العمون فريقه الان في حالة هجوب والتسديد حلوة حلوة التسديد وحلوة ايضا من حارس المرمى كبيرو وبالتالي وصلت اذا اول محاولة حقيقية من اللاعب اللي عنده خمسة اهداف ديمارية يسدد بقدمه اليسرى ولكن وصلت الى حارس المرمى كبيرو جوزي مورينيو لا زال متألقا جوزي موريني حتى مع ريال مدرين يعني مهما يكون من امر يعني وفارق العشر نقاط لان الفريق الذي لم يخسر على الاطلاق هنا في ساندياغو بيرنبو مع مورينيو هذا الفريق لعب تسعة عشر مباراة داخلية وخارجية حقق الفوتس في التسعة عشر مباراة الكاملة سواء في الكأس الاسبانية مبارتين او مبارتين في دور الافطال او الآن طبعا الليقة وهو مرشح فوق العادة الحقيقة لعبور ملقة لكن بشروط يعني ريال مدريد مثلا يبحث والله اذا جات الدقيقة خمس ساعش الدقيقة عشرين ريال مدريد مسجل لك ممكن خلاص الوضع يكون سهل جدا للريال الريال في حالة هجوم وتقدم الى الامام كريم بنزيمة تحت ضغط كيد كريم بنزيمة يحاول انه يتخلص واليوم مورينيو فضل كريم بنزيمة على ادي بايور الذي يجلس على قائمة البودلاء انت راجع اداء كريم بنزيمة الذي سجل هدف في مرمى فريقه السابق اليوم الفرنسي فسوف يأتي اكيد بامانويل ادي بايور الذي يجلس على قائمة البودلاء لكن الحديث عن كريم بنزيمة كثير اولا التكلفة كثيرة انت تتحدث عن 49 مليون دفعها ريال مدريد لنادي ليو الفرنسي وتتحدث عن 49 مباراة لعبها كريم بنزيمة لغاية الان مع ريال مدريد 49 مباراة 49 مليون والله عاد مليون في كل مباراة ومسجل 11 هدف لكنه تحت الضغط الان ومطالب الحقيقة هو بالتسجيل لانه المهاجم الصريح وليس كارستيانو رونالدو مع ملاحظة 27 هدف ومع ملاحظة ايضا كارستيانو رونالدو 24 هدف والسباق الخاص ما بين كارستيانو رونالدو ومسي المتألف مع البرشا دايارا يسيطر على الكرة المباراة عند الدقيقة التاسع يعني في كثير من الوقات اللي دابع مثلا واللي سهر امس مع برشلونة سهر وايد على اساس انه يشوف الهدف الذي يحرزه مسي واعطى النقاط الثلاث لانه في بعض الوقات هذه الفرق الكبيرة والله برشلونة مثلا حتى ريال مدريد الفرق الكبيرة والله تتاتي الدقيقة 15-20 نسجلين نقول نسجل الثاني خلاص المباراة تكون سهلة اذا لم يحدث ذلك المباراة تكون صعبة مثل الصعوبة التي لقاها برشلونة امس مع فريق فالانسيا ولكن برشلونة في الطريق الصحيح وما يهم الحقيقة اي شيء اللي يهم دائما وابدا لاعب اسمه ميسي وميسي غير مع برشلونة وبرشلونة الذي وصل الصدارة ولكن وسع الفارق الان الى 71 نقطة ممكن ان الوضع يعود مثلا الى الفارق الى 7 نقاط في حالة فوز الريال ووصوله الى النقطة رقم 64 بلغريني مانجة من تصريحات مورينيو لان بلغريني قال انه والله لن يتمكن مورينيو من الحصول على النقاط التي حصلت عليها مع ريال مدريد العام الماضي فرد مورينيو قائلا انه والله اذا ركلني ريال مدريد الى خارج اسوار النادي فلن اذهب الى تدريب مالغر سوف اذهب الى الاندية الكبيرة هو يتحدث عن الطليان يتحدث عن الانجليز لكن هذه التصريحات الحقيقة استاء منها نادي مالغر ككل يعني كان من المفروض انه والله يرد على الشخص الذي تحدث عنه السيد بلغريني لكن على العموم ريال مدريد العام الماضي بعد المرحلة رقم 25 كان في وضعية افضل من الوضعية اللي احنا فيها لان العام الماضي بعد المرحلة رقم 25 كان عنده 62 نقطة متساويا مع برشلونة 62 لكن لحظة الفارق الان 61 الى 61 كرستيانو رونالدو يحول الكرة الى اوزيل اوزيل مرة اخرى يحولها الى الامام ولكنها مكتوعة وصلت الى كوينسي كوينسي كرة منقولة لمصلحة الريال مرسله مباشرة الى ديارة ديارة يحاول يسيطر على الكرة الان ديارة مباشرة الى شابي الانزو يتقدم الانزو الى دي ماريا ممكن يسدد ولكن غير راية كريم بنزيما يفقد الكرة يسقط على ارض الملعب ما استلمها صح بصراحة كريم بنزيما ما استلم الكرة صح كانت الفرصة مؤاتية لان الباص جميل النقل جميل هو سقط على ارض الملعب الريال يطالب ضربة جزاء والريال ممكن يسجل القول الاول ممكن يتي القول الاول هنا مارسلو ويتقدم مارسلو الكرة تصل يا سلام يا دي ماريا يا سلام على النفلات شوف 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 ما استلمها صح ما استلمها صح هو لو قدمه لو تقدم كان من المفروب ياخذها والحقيقة ان اللقطة فيه شك الى بربا جزاء لكن لاحظ اللمسات الرائعة اللي يقوم فيها المتألق دي ماريا عند خمسة اهداف يصنع الاهداف وريال مدريد ممكن يأتي بالاهداف ممكن حتى في الربع ساعة الاولى للشوط الاول من المباراة ممكن الريال يسجل الريال ممكن يسجل بهذه الوضعية وهذا الضغط الان اللي مارسل الريال على مرمى مالكة بكرة مكتوعة وصلت الى كوينسي العام ست شهور مع نادي السد القطري ومالك مالكة هو قطري الشيخ عبدالله بن ناصر عادة يحضر المباريات لكن والله ما ادري يعني لان المقصورة الرئيسية كان فيها السيد فلورنتو فاريز يعني مباراة امام الفريق المالكي شف 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 يعني سبب ضياع هذه الفرصة انه ما اخذ الكرة هو لو اخذها مررها يعني قدم الكرة الى الامام كان من الممكن انه ينفرد الجماهير في سانتياغو بيرنيابو كانت تطالب ضربة جزاء لم تأتي ضربة الجزاء هنا ايكر كازيس المباراة رقم 410 في الليقة وهنا كريسيانو رونالدو وهنا بليغريني الرجل سجل المنتاز السيد منو والبليغريني يعني العام الثاني كان مع ريال مدريد ولكن سنة واحدة مع ريال مدريد خمس سنوات مع بي ريال هنا كريسيانو رونالدو يتقدم وينقل الكرة الى كريم بنزيمة بنزيمة سيطر عليها ومرة اخرى ديمة ريال الباص الطويل مباشرة الاستلام من مسعود اوزيل يتقدم اوزيل وضغط يواصل ريال مدريد كريسيانو رونالدو يتقدم ممكن يسدد يغير راية اوو ضاعت ضاعت خلاص لكن نشوف ترجمة نانسي قنقر